الآن تتم عمليات الإطفاء داخل هذه الصهاريج وهذه الخزانات الآن يتم العمل داخل هذه الخزانات على إطفاء من خلال أو عن طريق آليات الدفاع المدني أيضا مدعومة بآليات من وحدات الإطفاء من شركة أرامكو وأيضا وحدات الإطفاء من جامعة الملك عبد العزيز وأيضا يعملون على حصر هذا الحريق داخل هذه الخزانات الخزانات التي تم ضرر فيها هي مجرد خزانين فقط لو نشاهد بالكاميرا من فوق هذه الآليات أو هذه المواصير هي مواصير لإطفاء هذا الحريق بشكل ذاتي نريد أن نذكر أن هذه المواقع هي مواقع مشيدة على نظام إطفاء حريق عالي الدقة بحيث يتم إطفاء الحريق بشكل آلي وأيضا استخدام المواد بشكل آلي تم حصر هذا الحريق في هذا الموقعين